لا تنتهي مأساة المدنيين في قضاء الحويجة رغم انتهاء المعارك هنا بعضهم فقد عائلته أو أفرادا منها ففقد بعضا من روحه بينما فقد آخرون بعضا من أجسادهم لواجهوا حياة هي أقرب إلى الموت أبو حمودي واحد من سكان الحويجة الذين عصفت بهم الحرب ضد مسلح تنظيم الدولة فقصفت المقاتلات الحكومية بيته وقتلت زوجته واثنين من أبنائه تعرضنا الضربة للبيت وستشهدوا عندي ثلاثة اللي هو زوجتي وأبني وبنتي ما نعرف شن سمينا بسنا ضحايا رهاب ضحايا حرب ما نعرف التسمية شن هي القصف صار علينا قصف عشوائي ما نعرف شن يعني السبب الرئيسي مالت نصف عائلته قتلوا بينما ظل هو غائبا عن الوعي لمدة شهر كامل ولما أفاق بدأ يواجه المأساة بأبعاد جديدة زحنا الكركوك وكأننا عالم ثاني بدولة ثانية مو بلدنا مو بمحافظتنا محد يعرفنا محد راجعنا لا دولة لا منظمات إنسانية لا منظمات خيرية ما كهل يعني هالشي بعدين أنا عندي ثلاثة شهداء ثلاثة شهداء صرفونا راتب شخص واحد وهذا مو مهم لأنهم هذا ما يعوض اللي راحوا عنه وكما شك من الإهمال الحكومي للنزحين في كركوك شك أبو حمودي من التجاهل والنسيان الحكومي لقضاء الحويجة حيث لا خدمات ولا اهتماما بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين من أبناء القضاء وكأن الحويجة لا تتبع العراق ورغم دموعه وجراح روحه إلا أنه لم يطلب العونة إلا من الله فهو القادر وحده على ذلك الحمد لله خلي نصنا يقول خلي وجهنا بجراء رب العالمين هو اللي ساعدنا موسيقى موسيقى